السلام عليكم طلاب اشلونكم شخباركم ان شاء الله تكونونا بخير ونبدي ها سواياكم بالساشن الرابع من مادة ال MSK الساشن الرابع راح يتمثل بقلنا دايسكشن روم اللي هو الغرفة التشريحية اللي راح يدخلوكم عليه جثث محنطة حتى تشوفون بيها العضلات وهي التفاصيل مادة الجثث فراح نبدي باول محاضرة طبعا هذا الساشن راح يكون جدا مطول تقريبا ست محاضرات بعض هاي المحاضرات احنا هاتشين عنهن كل شواي فما راح نعيدهن من جديد بس عدنا اليوم منطقة الصدر منطقة الصدر كلش مهمة راح تقليش جابها وش نربطها بالأبرلم احنا جاي ندرس أبرلم ليش شرحت لي على الصدر ليش عدنا محاضرة عنه الصدر بأقول لك لان هو الابرلم بمن متصل الاستدر فلازم نعرف الكميوناتشن لبياناتهم لانشك وشي لازم يدخل من الابرلم لازم يدخل عن طريق الاقزل والاقزلة اللي يجب محتوياتها من الأčزلة اللي هي جا الفكرة زيان وأكو عضلات موجودة بالبكتورال ريجل راح تشتغل على مفصلgruppe فولازم ندرس لبكتورل ريجل اللي نعرف شنو هاي العضلات زيان راح نعرف شنو هاي العضلات المنطقة الصدرية سيكون مكون من عظمة الستيرنام والربس وعظمة الكلافكل وعظمة الذراع أول شيء عندنا الستيرنام ولكن هسا راح تشيلكم حاجة مفصلها معنا هل نحن مكوناة المكوناة؟ المكوناة المتقدمة المكوناة الأفضل الإنسيجات المتقدمة المكوناة المكوناة المتقدمة هذا هو خلصنا نهاية نجي نشوف عن قرب نشوف انه ما هذا الستيرنم هذا هو هنحول احمر هذا هو الستيرنم متصل بي من بالكلافكل من يتصل بالكلافكل هش راح نسمي الجونت ستيرنوكلافيكيولر جونت ستيرنوكلافيكيولر جونت ليش؟ لان بين الستيرنم وبين الكلافكل فستيرنوكلافيكيولر جونت نفس الوقت عندنا هنا بالمنوبريم اكو هاي الطعجة كويتي فانخفاض مثل الثلمة يعني يسموها جوجيلر نوتش موجودة وين؟ بالمنوبريم بالجزء العلوي من الستيرنم تمام هذا هو المنوبريم التفقين ما عدنا مشكلة بين المنوبريمات الستيرنم وبين البوديمات الستيرنم اللي وهذا هو اكو هنا عدنا فاصلة هاي الفاصلة شوفوها هاي الفاصلة اللي هنا هاي مثل الزاوية يسموها ستيرنل انجل ستيرنل انجل ستيرنل انجل ستيرنل انجل ستيرنل انجل وين وجودها هي بين المنوبريم وبين البوديمات الستيرنم لها اسم ثانية نسموها ستيرنل انجل الزاوية ستيرنل انجل حسنا نكتش نظري وراح اقراكم الستيرادات لا تقلقون نتعودنا نشوف الصور ونرجع نقرأ الستيرنم راح يشوف انوه شدون هاي تشي صار شكلها مقوسة جاي يصير بيها هاي الأرتوكولر مثلا اذا τب Mackigne هنا رح يتصل للضلع الأول من المنوبريم gie المنوبريم من المنوبريم من المنوبريم من منطقة الصفان Similarly المنبريم ومنطقة البودي عدنا قلنا أنجل سميناها ستيرنال أنجل زيان وهو راح يرتبط هنا الظلع الثاني ستصل بين من بالزاوية اللي موجودة بين المنبريم وبين البودي هنا تمام هنا الظلع الثالث ضمن البودي الظلع الرابع الخامس السادس والسابع السابع وين بين المنطقة اللي موجودة بين البودي موجودة والزايفويد موجودة يعني شنو شنو هنا ينتهي البودي وهذا الستيرنال بين البودي وبين 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 الزايفويد بين البودي وبين الزايفويد إلما jaws يoft �م يِسِمُونه يِسمُونه زايا او زافويد زايفو ستيرنال جوينت من تقرأ شي يجب بالك يقول هو زايفو أو زايفي زايفي ستيرنال جوينت شنو هذا الزايفي ستيرنال جوينت طبعاً يكو اختلافات يعني عموما زايفي ستيرنال جوينت هو الموصل اللي موجود بين الزايفويد أو الزايفويد بروسس وي من؟ وي البودية ماتي الستيرنال فحس لازم نتبت نقاط حتى نعبر هذا الموضوع شو نقول؟ نقول انه هذا المانوبريم ماتي الستيرنال سيتمفصل وي من؟ وي البودية عن طريق جوينت أو أنجل نسميه ستيرنال أنجل ورح يتصل وي الزايفويد بروسس عن طريق زيفو أو زيفي ستيرنال جوينت لهنا تمام لازم تركزون بالشغلة انه هذا هو الستيرنال هذا المانوبريم ماتي الستيرنال نفسه لاترالي مقوس مثل ما هو مقوس هذا المانوبريم هذا البودي وتجوش نوزي فويد لهنا تمام؟ نتفقين هذا العمود الفقري وفقراته هاي الثراسك الأولى هاي الثراسك الأولى هاي الثراسك الأولى هاي الثراسك الثانية والثالثة والرابعة وصلنا إلى 12 نحن عدنا 12 فقرة صدرية ثراسك فيرتبري ورح ناخذها بمحاضرة مفصلة إن شاء الله شنو فايدة به الموضوع الليش جاي تحتي عنهن؟ قللك هاي المنطقة هذا عمود فقري هذا.. هذا قلب القلب يطلع من عنده أ respectfully ي ستعلق من عنده أنزل هذا الإبهر ي طلعش وينزل وينزل عندنا مشكلة ويا لو لا ما عندنا مشكلة ويا الأبهر ومشوف وحتى � factories وستيرنام هذا العمود الفقري وهذا الستيرنال شنو يسغلنا؟ يقول انه هنا احنا بالجزء العلوي من المنبريا مش عدنا عدنا الستيرنال نوتش صح؟ اللي هي هنا موجودة بالجزء العلوي من الستيرنال تقابل منها يا فقرة الفقرة الثانية فيعنها شنو؟ الستيرنال نوتش تقابل تقابل تيتو بالتفقين؟ التفقين الزاوية اللي بين المانوبريام وبين البوديمات الزاوية شو تقابل؟ تقابل المنطقة اللي موجودة بين تي فور و تي فايف من البيانات هن رح نلقى الانجل بس خل نرجع نشوف انو احنا ش عدنا عدنا الستيرنال نوتش تقابل الجسم الجسم مال الفقرة الثانية هذا الجسم مال الفقرة الثانية هاي المنطقة فهي تقابله هاي ش راح تقابل؟ راح تقابل المنطقة اللي موجودة بين من ومنو بين تي فور و تي فايف الفقرة الرابعة و الخامسة الفقرة الصدرية الرابعة و الفقرة الصدرية الخامسة هاي هي الستيرنال انجل او الانجل أوف لويز زين او الزفي ستيرنال جوينت اللي هو بين الزايفويد بروسسو بين البوديمات الستيرنم اللي هاي المنطقة ش راح تقابل؟ نجي نشوفه ش تقابل؟ راح تقابل الفقرة التاسعة اوكي راح تقابل الفقرة التاسعة فهيس عرفنا هذاني شنو جاي قابلا زين؟ نرجع ونشوف الحاجة اللي بلستعد هسر راح نلقاه كل السحل انا استوقلت يمكن سميت هاي سميتها ستيرنال جوينت هما يسموه السبرا ستيرنال نوتش اوكي او يسموه جوكيلر نوتش حسنا ما نختلف هاي النوتش اللي موجودة بالمنوبريم وقلنا انه هي تقابل الفقرة الثانية صح؟ الليفول مات الفقرة الثانية شنسميها؟ يؤما نسميها سبرا ستيرنال نوتش يعني موجودة فوق الستيرنم او نسميها جوكيلر نوتش عندنا مشكلة؟ لا ماكو مشكلة نجي نشوفه ش تقابل تقابل الجسم مات الفقرة الثانية تيتو تشاذبين بشي؟ لا حسنا كلها صح لحدنا الثانية تيتو اللي هي ها هي اوكي ش راح تقابل او نسميها الانجل أوفليويتس قلنا اما الستيرنال او الانجل أوفليويتس كلها صح راح تقابل تي فور تي فايف المنطقة اللي بين تي فور والتي فايف زين الزيفو او الزيفي ستيرنال جوينت ش راح يقابل تي ناين صح؟ الفقرة الصدرية التاسعة زين هذاني كلين يعتبرن لاند مارك شو نحي لاند مارك؟ يعني فد علامات عظمية من تقدر انت تسوي او فايفويتس الصدر تقدر تلزمهم يعني انت بس تلزم الشخص بمنتصف صدره راح تقدر تلزم الستيرنم و راح تلقي اللي تقابل الرابعة والخامسة و راح تقدر تلزم كذلك ويجب أن تلزم الأضلاع نركز على الثانية والرابعة والخامسة والتاسعة هذا خلصنا تلفت الاسترنم راح نشوف أنو الأضلاء اللي عدينا جدت إحنا فمعش بس ما نشوف الظلع يتصل هو نفسه بالاسترنم هناكي الأضلع لازم يتصلنا بالاسترنم بس مو الظلع نفسه شخصيا لأنه ما الكوستل الكارتلج مالته شي يعني كوستل كارتلج كوستل يعني شي خص الظلع يعني ضلع يعني رب كوستل يعني ضلع الثالث اسم Hungers اشتركوا في القناة 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 كل الأخيرات الثانية سالفتها بالأخير لا يوجد علاقة بالموضوع لأننا نتطبق على الجهة نطبق على الجهة سواء الجهة أو الجهة نفس الشيء مرتطابقات هذا الظلع الأول هذا الأول وهذا الثاني ما سنضع الانتر كوستلس بيس الأولى ها هي ها هي الثانية ها هي الثالثة ليش لأن بين الثالث والرابع فإذا الرقم إنه هذا واحد هذا ثنيا هذا ثلاثة هذا الظلع الرابع هذا الظلع الخامس ستة سبعة ثمانية وتسعة وعشرة فالمنطقة ها هي اللي بالأصفر الأولى ها هي شرح تتعتبر هي الأولى ليش لأن جوه الأولى داخل الظلع الأول يعني بين الظلع الأول والثاني زينها هاي هاي المنطقة يسموها ثرد انتر كوستلس بيس ليش لأن بين الثالث والرابع والثالث يعني بين الثالث والرابع فسمينها على اسم الثالث فقلنا ثيرد انتر كوستلس بيس الله هنا ونكتفي لعبعدها من عيد الفكرة بعد مرة يعني شنو هاي هذا الظلع معدد ليهن هو برقمات وصل الى 10 المنطقة الى 1 وال2 سنسمىه 1st intercostal space بين الثاني والثالث سنسمى 3rd intercostal space ثاني والرابع سنسمى 3rd intercostal space بين الرابع والخامس هي الفورث انتركوستلس بيس والنو بين الخامس والسادس هي الففث انتركوستلس بيس اليها هي ونفس الشي ونتنازل الهنا تمام كمنا خوش شغل حد الان زيان ها ديليس كيش مدوخني لنو حقل اكسر رح اختصال عليك شغلة من رح تقرأ مصطلح ما رح تدوخ بي اوكي سال هنا شغلنا كل شي اوكي خلصنا بالنسبة للاضلاع اللي بقنا احنا عجيان عن عشرة بقنا اثنين قلنا احنا اول سبعة يتصلا مباشرة بالستيرنم صح؟ انه بالبقية من الثامن ايه الثامن والتاسع والعاشر ذانه يتصلا قلنا بشكل غير مباشر يتصلا بالكوستل كارتلج بس فاش رح نسميهن فولت كاذبات فاول سبعة هنه تروح حقيقيات انه بالثلاثة اللي هنا من الثامن للعاشر رح يكونوا انشنوا قلنا فولت كاذبات يبقى الاثنين لاني طائفات سائبات ما يتصلا بشي لا يتصلا بكوستل كارتلج لا يتصلا بكوستل كارتلج ماكوهش سائبات واحد واحد اثنين يعني ظلع الهدعش وثنعش ما يتصلا بشي بس هل هذا يعني انه ما بياناتل منطقة اسميها انتر كوستل سبيس لا هم بياناتل يعني شنو هذا العاشر وهذا الهدعش وهذا الاثناش فالانتر كوستل سبيس اللي موجودة هنا شو رح نسميها العاشره وهي الهدعش بس هل اكو منطقة كوستل سبيس جوه الثنعش لا يعني ماكو ظلع رقم 13 حتى يصير هي جوه اوكي في منطقة هاي المنطقة اللي جوه الظلع الثنعش ما نقدر نسميها انتر كوستل سبيس يعني ماكوش جوهها بعد فراح نسميها سب كوستل شنو يعني سب كوستل سب يعني اسفل كوستل يعني ظلع فجه يجوه الظلع الثنعش فنسميها سب كوستل سب كوستل مو انتر كوستل اوكي هنا نفس الفكرة تنعاد جاي يشوفون ان هاي الصور ضائفين كل شوي والمحاضر ادري مسويها طويلة بس بس الصور ما ضايف حد شيئانا جديد هنا نفس الافكار اعيد هنا اوضح هنا باكثر من طريقة حتى ما ترحوين تتعبون وتحفظون وراي تحفظون وياي وخلص زين فهاي الاضلع قسمناها نترومة لما قلنا الحقيقيات اول سبعة ملونات بالاحمر هنا بالثلاث الفولس الكاذبات الثامن وتاسع وعاشر والاخيرات الزرق اللي هنا السائبات الطائفات اللي ما متصلات بشي اوكي الهنا تمام نجهز السوبر فيشيال ستركتر يقصد التراكيب الموجودة بالسطح مال الصدر اوكي مال منطقة البكتورال ريجن اول شي ادنا سكن صح جلد بكل منطقة لازم اكون جلد متفقين بس بالصدرش عندنا عدنا بريست اللي هو الثدي فلازم شوي نعرف عن تفاصيل الثدي شنو تفاصيل الثدي انه هنا عدنا بالثدي هاي الدائرة يسموها شنو نبول اوكي والنقطة المركزية بها الرئسمالتها يسمونه ايوركل اريولر 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 اوكي اريولر زين استعرفنا انه البريست بيش غلط الآن لها النبل لها الدائرة هاي كلها والنقطة المركزية بها نسميها اريولر اريولر نفس الوقت احنا بالبريست عدنا غدد لو لا عدنا غدد مال حاي الحليب صح لو لا عدنا فنسميها ماماري كلانس اوكي الغدد مالت الثدي بسا عرفنا شنو مكونات البريست بشكل سوبر فيش يلا انه ما دخل لبتفاصيلة اذا اسئلك وين مكان النبل مكان المنطقة الدائرية وين راح تجي انت تحسب هو ش كاتب لك كاتب لك بالميدلاين يعني شايف الميدلاين اللي هو المنتصف مال الستيرنام على مسافة جيد من اربعة الى خمس سنتيمات عنه بيا كوستل بيا منطقة يا انتر كوستل اس بيس الرابعة فسوى قللك بالانتر كوستل اس بيس الرابعة المفروض تقول هاي لعبتي شون يعني؟ تروح للانتر كوستل اس بيس طهن نساء انا اشرح بهن تطلع للرابعة راح تحسب تقول انه هاي الاولى ثانية ثالثة رابعة خامسة المنطقة ما بين الاضلاع الرابعة بين منو منو بين الرابع و الخامس يعني وين هي هاي اللي بالاخضر فالنبل وين نلقاها ههنا؟ تبعد من 4 إلى 5 سنتيمات من الميد لين هذا الميد لين هذا تبعد عنه 4 إلى 5 سنتيمات هاي بها فارييشن من بشر البشر مو ثابتة بس انت المامكتوبة ملزم حفظوها اوكي فندل العفو ندلينه وين هنا اذا نجري نحددها نجري نشوف وين المنطقة ما الفورت انتركوستلس بايس نجري لضلع الرابع هذا وضلع الرابع شهذا هو اوكي للمنطقة اللي جوا يعني هنان اوكي على مسافة اشقيت تبعد 4 إلى 5 سنتيمات عن الميد لين عن منتصف الجسيم اوكي الامور هسه كلش تمام نجي هنا نشوف هو وش مسوي هم اشر الظلع الاول خلو نغير اللون سوي ازرق ايه اللون هذا الظلع الاول ثاني ثلاثة اربعة خمسة هذا الظلع الخامس بالفورت انتركوستلس بايس يعني بين الرابع والخامس يعني هنانه اوكي ها هي هذي النبل زين بياما كان بالضبط قلنا الميد لين نشوفه هذا الميد لين هذا هو الميد لين اللي بلستيرنم نحسب اربع سنتيمات الى خمسة نلقى النبل ها هي بالفورت انتركوستلس بايس خلصني بساطة هسه من يجي واحد يقلك عندي مشكلة او لقينا واحد مضروب ستشينة بالتينث انتركوستلس بايس مو تصفون انت راح تعرف راح تندل مكان زين بالعاشرة يعني اوكي مو تحتار ان هايوان موجودة العاشرة لينا تمام زين يقول البريست كلها منين موجود بنقلها بين الظلع الثاني الى السابع حدود البريست يعني من الظلع الثاني الى السابع يعني اوين خنشوف هاي الصورة اوضح هاي من الظلع الثاني الى السابع هسا نجي نشوف يقلك منين يمتدر البريست طبيعيا يعني حجم البريست الطبيعي من نورمل مفروض منين يبدو ومنين ينتهي من الظلع الثاني يعني منه من هاي المنطقة لحد من حد السابع يعني لحد من هذا السابع فهاي المنطقة كلها ممكن ينشمل به البريست هاذا كلها نورمل اوكي بس اذا كبر وراح يجي لاترالي او هيجي يشكون انه هذا بريست كونسر مزين فهاي المنطقة كلها تحتبر من الثاني الى السابع من الثاني الى السابع اللينا تمام نكمل شوف اش عاد شبعات جاي شوفون شو المعلومات جاي صير بسيطة ليش لان جاي نشوف صور هواي جاي نركز بالصور بس اللي ما لخلق الصور ما يركز بيهن راح يعاني من يعني الصعوبة راح يشوف بفهم المصطلحات اللي جاي نحجيهن وان شاء الله كلهم يكونوا بسيطات عليكم واتطبطوهن مزين نبدالنا موضوع البيكتورال مصل شون البيكتورال مصل ليه هنا العضلات اللي موجودة بمنطقة بيكتورال ريجين هنا أربع عضلات كل هل الحلوات وسهلات من أسهل العضلات في الجسمان أبرأيه اول شيء البيكتورالس ميجر بيكتورالس معناها هي عبارة هاي اي اس يقصد بها عضلة ميزين bitror okei اوio bitroral يعني شون يعني بيكتورال ريجين يعني بمنطقة الصدر ميجر يعني كبيرة فهي عضلة موجودة بمنطقة الصدر وكبيرة إذا أقل لك بكتوراليس ماينر هم تقل لي عضلة موجودة بمنطقة الصدر ولكن شينو ماينر يعين صغيرة فسرنا أول اثنين نجي خلني شرح بكتوراليس مايجر هذا شكلها جاي شوفونها هاي اللي بالأخضر كلها هاي شوفوا شغل شبيرة كي شبيرة فعلا شبيرة هاي بكتوراليس مايجر راح تقل ليش جاي ندرسها راح أقل لك لين هي جاي تربط الصدر بمن بالهيوميروس فبمعناها شغلها بالعبر وحدنا جاي ندرس عبر فلعز ندرسها فهذا سبب دراستنا لهاي العضلات سين ندلين الشكل هاي تذكرون الكلافكل هاي الكلافكل هاي الترقوة ما ناسين هاي أكيد حدنا فعلت شغلة شايفين الهيوميروس سيأتيكم أساسيات حتى نروح نقرى نشوفها سهلات هذا الهيوميروس هذا بي غريتر تيوبركل أو تيوبروسيتي هاي مثل ما نكتوب غريتر تيوبركل أو تيوبروسيتي وعدنا لسر اللي هي الصغيرة اللي هي هاي ما نكمل امتداد مالة هن الامتداد مالة هن رح يصير مثل الحافة الصغيرة يشبونها باللبس بالشفاه تمام فوحدة بجهة الميديل يسموها ميديل لبس أوكي واللي بجهة اللاترل سموها لاتراللبس مال منو ماتلقروف يا قروف تذكروا لي وان كنا قروف أو سلقس هنا هنا بين القريتر وبين اللسر هنا عندنا قروف أوكي فالحواف مالتها مثل الشفاه هنا وهنا هنا او هنا فوحدة راح نسميها ميديل واحدة لاترال ونشوف هاي اللسر طبعا هذا حظم حقيقي يعني هاي اللاترال لب مات البيسيبيتال غروف اوكي وهاي الميديل لب اوف بايسيبيتال غروف هاي اللاترال وبصفها الميديال سيد محمد ليش جاي تحكي لنا ذرني اول شي احنا ما حتشيناهن بمحاضرة العظام ذرني هاي الملاحظتين ليش كان بعد وقت عليهم نقل كين راح تنسان فهزا ذكرناهن فلازم تعفضهم ليش لازم تعفضهم لان العضلة هاي راح تشتغل عليهم شلون يعني هاي العضلة اللي هالبكتوراليس ميجر راح تسوي انسيرشن بهذا المكان باللبس بالعني بالالحافة او الشفثة مال هاذا القروف سيد خلني جي نقرأ والمكتوب الكتابة هنا مكتوبة صارت يقول الورجن اذا رايد نتذكر شو يعني اورجن قلنا مصطلح هنا بمحاضرة الفيسيولوجي of MSK اللي هي سيشن 2 الاكتر وان شذكرناه؟ قلنا انه قدناه مصطلح اورجن ومصطلح انسيرشن مصطلح الاورجن اللي هو منشاء العضلة احنا قلنا انه العضلة تتصل اتصاليا وممكن اكثر بس بشكل رئيسي اتصاليا واحد من الاتصالات راح يكون قريب من الرأس مال الجسم اوكي يعني قريب من الرأس مال الشخص هنا هنا يعني نسميه بروكسيمال يعني والثاني يكون ديستل يعني شوية ابعد ابعد عن رأس الجسم بعيد سين وبنفس الوقت قلناه الورجن لي منطقة الارتباط الاولى راح تكون ثابتة ما راح تتحرك من تتقلص هاي العضلة اوكي من تتقلص هاي العضلة ما راح يتحرك بينما الثاني اللي هو الاتصال الثاني اللي هو الانسيرشن هذا راح يكون ديستل يقلنا بعيد عن الرأس مال الجسم وبنفس الوقت يكون متحرك اثناء تقلص هاي العضلة زين هس عرفنا شيني وراجعنا شيني يعني origin وانسيرشن تمام حتى لا تقلون ولا ناسين حتى ذكرتكم بحزين الورجن ما هاي العضلة راح يكون راح يكون راح يكون الميدل اه يعني النصف الاول الميدل هارف اوف كلافكل شيني هاي الميدل هارف اوف كلافكل نجي للكلافكل هانحات صورة تحت تذكرون هاي الكلافكل نجي نشوفها هادا اخه نغير اللون بس هههه هادا حبيه تزيل هادا الكلية هاداlaughing هذا الميدل او هادا الكلافكل يقول الميدل هارفي اعني النصف الميدل هي هي هاي موهايTu القسمها comme иใน قسم ميدلي وقسم laterally, اذا اسئلك هان أ quieres السئلك سأني انه ال served before the midline مع اطلق الميدل هاي منتصف الجسم فهاي ميدل هاي ميدل وهي فاي حانة كلافكل هايقيل من النصف الميديالي من الكلابكول فمنها راح تاخذ يعني من هاي المنطقة راح يطلع الورجين يعني الاتصال الاول للعضلة راح يكون منها بعد وراح تاخذ كذلك شوية من الستيرنم اللي هو عظم القسل اللي سنساعة نشرح به وراح تاخذ شوية بعد من الاضلاع من الخامس او من الاول الخامس نجي ونشوف طلع المنطقة ونفصل بها براحة له من ياضلع قلنا من الاول الى الخامس تفقين يعني من نانة تاخذ ونذني كل هين حد الخامس ذني كل هين تاخذ من هنا تاخذ من الكلابكول اللي ما مرتوه هنا كلابكول قلنا من ياضلع الميديال هالف النصف الميديالي هاي كل راح تاخذ منها هاي وتروح باتجاه الهيوم الراس فعموما نين جا يتاخذ أورجين يعني يهو الاتصال الثابت مالته اجه ثلاث اتصالات ثابتة اول واحد الكلابكول النصف القريب اللي هو الميديال هالف وبعد من ينتاخذ من الستيرنم اللي هو عظم القصر راح تاخذ أورجين وبعد ش راح تاخذ أورجين من ياضلع من الاول الخامس اللي هنا تمام زين الاتصال الثاني مالته اللي هو اللي راح يكون متحرك وين راح يكون راح يكون قلنا بالهيومراس يا منطقة من الهيومراس يم القروف اللي هو البيسيبيتال القروف بالشفة مالته هتقلي هنا عنده شفتين عنده توليبس يمي منهن اقل لك اللاتراللب مو الميديال هنا احنا شقلنا هنا اعدنا قلنا لاترال وميديال في الورجين أو الانسيرشن ما هاي عظلة ما راح يصير يمن اللاتراللب أو بايسيبيتال القروف هذو هنهنه هذو المنطقة باللاترال زين فهس عرفنا شين الورجين شين الانسيرشن هذو قلنا بالنصف الميديال من الكلابكل وبالرب وبالستيردام طبعاً لاظلاع من الخامس من الأول الخامس والانسيرشن كلمة او يقصد بها origin اي اكشن اكشن يعني عمل العضلة شنو الوظيفة مالتها قلنا الانسيرشن باللاتراللب الشفة الموجودة بجهة اللاترال مالت البيسيبيتال القروف مالت الهيومرس الوظيفة مالتها راح تجيب بس شكلها راح تسحب الهيومرس هيتش ما انا اش راح تسوي لابدكشن او ادكشن تبعده لو تقربه لا راح تقرب الهيومرس فبالتالي راح تسوي له ادكشن هاي اول وظيفة بنفس الوقت ممكن تفره بس ش تفره بها جهة هس اذا تريد تفره هي اذا تريد نفره العضلة احنا هاي او العضلة اذا تقلصت راح تفررنا الهيومرس ستسوي لابدكشن زين تودي من هاي الجهة جهة الروتيشن بكل وضوه راح تبين انه هي مدام هي موجودة بهاي الجهة راح تسحب هاي الجهة فرح تسوي لابدكشن طبعا ميديا الروتيشن راح تجيب لنا باتجاه الميدلاين اوكي باتجاه الميدلاين فميديا الروتيشن فالوظائف مالته ثنيا كاتبين انه دوران باتجاه الميدلاين خلاصنا منه احب انو انه هاي ذا الاكشن ما تتلع ضدها هاي باعد بي اضافات بغير مصادر بس الكلية مكتفي بس ذنة الثنيا فاذا شفتوا اكثر لا تستغربون لا تستغربون مو معنى انه غلط لا كلهم صح يعني الحتي الموجودة بالمصادر هو لازم نعترف ان المصادر اغلبها صحي فالفكرة انه هاي اكو غير ذنة مو بس ذنة الثنيا بس مادا هم اكاتبين بس ذنة اكتفوا بيهم البكتوراليس ماينر اللي هي العضلة الثانية نجي نشوف صورها نكون حاط لها صور نشوفها نشوفها صغيرة منين جاي تنشئ منين الارجن مالتها الاتصال الثابت مالتها منين راح نشوفها من الاضلاعة من الثالث للخامس منها يعني تطلع منها من الاضلاعة من الخامس هذا الثالث هذا الرابع هذا الخامس احيانا انكو بعض البشر تطلعتهم حتى من السادس بس اذا هو المصادر اغلبها تقول من الخامس من السادس سوف تحديد المصادر يجب أن يكون قريباً من الرأس والإنسيرش يكون بعيداً من الرأس سأقول لك هذا الحجي صح لكن لا ينطبق على كل العضلات وهذا الشيء نواهنا عليه بمحاضرة الفيزيولوجي فلذلك هذا الحجي صح لكن لا ينطبق على كل العضلات وهذه العضلة لا ينطبق عليها يعني الأورج الماته صار من جوه من الثالث الخامس بينما الإنسيرش الماته بالكوراكويد إنسيرش بالكوراكويد والتلقى you can see that there is no law that's half of the line تقوم بمحاضرة أخر الخامس و كنا إعجاب تفضيع رأس الوضيفة فلق طفلت القفل أعجاب تفضع رأس رأس يمكن أن يكون يعني في وضعيات مختلفة واحد من يلعب من يلعب العقلة راح تشتغل هاي العضلة بطريقة ما اوكي هالميكانيكلي مو كلش واضحة عندي للي هي ما مطالبين بها بس يعني انا سامعيت معلومة انه من تتمارس رياضة راح تنعكس وظيفة هاي العضلة يعني بدل ما تسوي انه هي تسحب او تنزل الاسكابيولة ظل ترفع الاضلاع هي مو متصلة بالاضلاع او بالكاركويد بروسس ما انت الاسكابيولة هي يا اما تنزل الاسكابيولة او ممكن شنو اذا ثبتنا الاسكابيولة شبيه راح ترفع الاضلاع ليش نقدر نثبت الاسكابيولة لانا الاسكابيولة محاطة بكل شوائع عضلات مثل سيبراسبايونيتوس انفراسبايونيتوس سباسكابيولارس لاني عضلات كلنا كبار وخوش عضلات فيثبت الاسكابيولة فتجي هاي العضلة تريد جر الاسكابيولة وتنزلها ما راح تقدر اش راح تسوي تنجبر ترفع الأضلاء فإذا ثبتنا السكابيولة إذا السكابيولة كانت ثابتة فمعناها هي راح ترفع الأضلاء بس إذا السكابيولة مو ثابتة فالأضلاء راح يكون ثابتات والسكابيول هي اللي راح تنزل تمام الآن خلصنا من البكتوراليس وخلصنا أول عضلتين الثالثة هي السريتس أنتيريور نجي نشوف عليها صور كالعادة ها هي السريتس أنتيريور لا يشوفون الصور كل شيء بس والله حتى يسهلان كل شيء ما يجبكم تثاقلون من كثرة السلايدات بس ترى هنا كلنا الصور ما بيهم معلومات زيان ها هي السريتس أنتيريور جايشوفون شوال متصلة بالأضلاء جايشوفون عماشي عطول الأضلاء صح ها هي كذلك أوكي وها هي أمة أوكي هنا تمام بس شايلين السكابيولة هنا لازم موجودة السكابيولة زيان ها هي السكابيولة بس شايلين وها هي الإسكابيولة زيان رأينا نعرف شون الورجين وإنسيرشن مالتها أريد دعدي حتشيكم يا أول شيء أنه هي تتصل بالجزء الأمامي من الأضلاء من الأول للثامن تخيلوا هنا حنا عدنا 12 ضلع هي تتصل من الأول للثامن لعجقت طويلة هي زيان وهم بها تبايونات بس إنه الماشي من الواحد للثامن زيان ها هي الورجين مالتها من النصف الأمامي المدوي نصف الأمامي من منتصف الجزء الأمامي من الربس ياضلع من الأول الثامن والإنسيرشن مالته بالميديا البوردر أوفس كابيولة نرجع نشوف بس احنا قلنا منين رح تطلع من الأضلع من الأول الثامن نحسبهن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذا الفاريشن شفنا شوان صارت تسعة شفتو بس بالمحاضرش كاتب ثمانية فنكتب ثمانية هنانا شمسوهم بالله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 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 مسوهم الهنا تمام أو يمكن حتى تسعة هنا ما نبين الصورة مو دقتها مو تمام بس الفكرة أنه يا أما من الواحد للثامن أو للتاسع ثبتتوها ببالكم وشفتوا الفاريشن بعينكم يعني صراحة وسط فأنا ما متقصد أخلي صور بيهم الفاريشن زين هذا الأوريجن عرفنا نضلع الأول لل تنسوم الثامن نبين للثامن فجلنا ممكن للتاسع إذا أريد السبب هنا تتصل بالهيوميروس هذه الجهة اللاترال وهاي الجهة الحافة هيا الحافة اللاترال وهي السيبرير وهي رح تكون الميديال بوردر لأنها قريبة من الميدلاين فراح نسميها المترجم الثاني انه تقرب السكابيولة على الجدار الصدر او بالعكس شا تشتغل على الاضلاع فترفعهن او ترفع الاضلاع او تسحب السكابيولة يعني السكابيولة حتى تسويه شنو قريبة من الجيست وال فتح sav fo clavies او هنا رحت سايدة أولا كلمة سب يعني أسفل كليفيس على عظم الكلافيكل فهي عبارة عن عضلة موجودة جوة عظمة الكلافيكل فهاي الكلافيكل هي موجودة جواها 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 متفقين ذاك سمينها سب الكلافيكل شكلها بشكل أوضح هذا الكلافيكل ها هي جواها جاي تفصل بين الضلع الأول وبين منه وبين الكلافيكل شوف نتأكد هذا هو الضلع الأول فعلا هذا هو الأصفر المفتر وهي الكلافيكل هي بيناتهم بيناتهم نشوف أنه بين الكلافيكل أو جوا الكلافيكل بين الكلافيكل وبين هذا الظلع الأول أكو ستركترات جاي تمر أكو تراكب جاي تمر بضمنها السبكلافين فين فهي العضلة وظيفتها أنه هي تحمي حتى لا يصير بمشكلة وبالأصل هي مو متصلة وموجودة جو الكلافيكل فهي تستقرارية للكلافيكل بس هذا الشيء ما مذكور عندنا بس ضروري تعرفونه وأنا كاتب أقلكم ضفته اللي يدحفظه خير حفظه ورأييه أنه لازم تحفظونه واتب راحتكم بس موجود بمنزمة نصر مخلنا نشوف شمكتوب هو على السبك لافيس السبك لافيس طبعا هاي اللوق Belности ما موجودة اماما أنه هي تاخذ بنيdamn من الظلع الأول بس staff مو من الظلع الأول نفسه وأنه مالكارتلي جمالته شني يعني قوسة الكارتليج يعني الغذروف مادت الظلع نجي ونشوف ونتأكد هذا الأول هذا الظلع الأول اللي بالأصفر هذا الظلع الأول صح؟ هذا الظلع الأول القوسة الكارتلي جمالته أينه؟ يكون هذا الى وردية وانه يتفكر هذا الوصول من هذه المنطقة سوف ترغب من المحصول على الوصول على الخصوص محصول على الوصول على إصدار المنطقة محصول على الوصول على الخصوص اشتركوا في القناة 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 ما هذا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحتاج الله سوف تقوم بعمل المفصل هذا المفصل اللي هو هنا تمام والأمور تمام خلصنا أربع عضلات عندنا البكتورال جردل وكونا قلنا من شنو بالكلافكل والسكابيولة والربس يعني المعلومة عرفناها من الساعة وقلنا يعني ممكن نحسب وياها الهيوم الرسلين رح يصير الانسيرشن مع عضلة البكتورال البكتوراليس ما يجر بيها بس هو كاتب بس دني في حيوض غس دني يعني شنو البكتورال يعني حزام المنطقة الصدر مكاوم من ذني العضام الثلاثة وتفاصيل العضلات الحجيانة كل عضلة لازم تنحاط بفاشية شن يعني فاشية؟ يعني كنك تفتيشيو يشدن هاي العضلة يصير داير ما داير نسميها ديب فاشية وأكو جو الجلد هم فاشية دهنية فاتية يعني دهون نسميها سوبر فاشية الفاشية فصار عدنا سوبر فاشية الفاشية لي هم الجلد وعدنا ديب فاشية لي هم العضلات فاستاذا اللي درسناها المعضلات فمو لازم ينحاطن في فاشية هم فالبكتوراليس ميجر راح تحيط بها فاشية نسميها بكتورال فاشية على اسمها هي بكتوراليس فاشية مصل راح نحيط بها بكتورال فاشية ديب فاشية ثانية هاي الفاشية راح تبدي من يم هاد الكلافيكل راح تبيض من يمه راح تجي نصور لاتراليس 어�正ية راح نجي تبدي هاي الفاشية هاي الخضر هاي الفاشية هاي الفاشية الثانية هاز تبدي من جو الكلافيكل بدت بشكل قطع تين مفصوله هنه هم بصار به حوطت يا عضلة هست هى أسألكم يا عضلة موجودة جوالي كلافيكل نسميها قلنا سبوك ليفيس اللي ستوني شرحناها هاي السبوك ليفيس حوطته أوكي هاي الخضرة حوطت منو حوطت هاي العضلة أوكي هاي الطبقة الخضرة حوطنا هاي عضلة والتحدث سوية تحدث مشيت شوية شلقت قدامها البكتوراليس ميجر عفو ماينر سين البكتوراليس ميجر عفو ماينر و لازم تتغلف بفاشية راح تقول انا هم اجي اغلفها سخو ما تغلفها من جهة واحدة لا قاعت اغلفها من جهتين هم كذلك شرح سوي راح تصير بها سبليتنج راح انفصل فصار هذا فصل هاي الجزاء وهذا جزاء هاي طبقة هاي طبقة يجين ويحيطن بمن ببكتوراليس ميجر حاطت بيه شرح تسوي بعدين كذلك تلتحم حد ما تصير على شكل شنو سسبندري لقمنت أوف اكزيلا نهاية منطقة الأكزيلا هي منطقة الأكزيلا وهي المنطقة القرية من الجلد. فعليا هنا موجودة. نسميها الارنبت. يعني بالفلور ما تلأكزيلا زين. فهذا صار عدنا شنو. ان هاي الفاشية. بدت من الكلافيكالو نزلت. غطت لي السبوكلافياس مصل. وغطت لي البكتوراليس ماينر مصل. وهنا سويت لي ليجمن سميتها السيسبندري ليجمنت أوف اكزيلا. هاي الفاشية اللي جايحتي. انا شرع سميها. اسميها. اسميها اللي جايحتي 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 اللي جايحة اللي جايحتي 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 الل او يعني غشاء قوي من الكنكتف تشيو نسيج الضام اللي راح يرتبط ذات اتاجت أبوف توذا كلافكل زين يعني احني احني ش اسمه يعني يمله كلافكل اللي هي اللي نسموها التوقو نسميه التوقو الكلافكل زين اللي نعرفها هنوب راح يبدي بلور راح ينزل جوه راح يسير به سيبلتس حتى ش راح يغلف انه من نزل هو بنزلته غلف السبوكلافيا اسمه انتهي منها بس بعد من راح ينزل وصير به سيبلتس حتى يغلف البكتورالس ماينار فهذا واش راح يقول بلو صار به سيبلتس يعني انفصل لها قطعتين حتى انكلوز حتى يغلف البكتورالس ماينار اوكي هنوب راح يستمر اوكي كنتينووس داون وورد راح ينزل لي جوه زين حتى ينطينا لغامنت سمينا هذا اللغامنت يكون بشكل لغامنت شرح نسميها اللغامنت سميناه سسبندري زين حتى يغلف البكتورالس اوكي واند جوينز راح يربط الفيشيل الفيشيل فلور لغامنت اللغامنت اللغامنت واصل سميناسس بندري وصل للأرمبت ماتل الأكزيلة سيربط هنا ولوهي الفلور أو الفلاشيال فلور ماتل الأكزيلة ليش سميناسس بندري انه مثل معلق اوكي هنا تمام عرفنا هاي الرسمة محلوة نفس رسمتنا موضح نفس التفاصيل ما عدنا مشكلة بيه لبلات سابلاي لبلات سابلاي التغذية مال الدم تمام راح تمثل بالأكزيلاري أرتري وبالبورفريتنج برانش أوف انترنال ثراسيك أرتري هذين يرادن هن تفاصيل هواي حتى تعرفون شنو يعني شنو هن بالضبط والأكزيلاري أرتري والانترنال ثراسيك أرتري فأنا ضفته هواي صور وكيه بس حتى أشرحهم راح تشوفون يقولون نحفظه لنمشي لان هذا راح تشيلك يا هسه يفيدك كلش حتى بالكارديو خاف مهل يشرح لك يا عادل وفيدك كل المواد لازم تتعرف بلات سابلاي شون وصل للأبرلم فخلنا عرف شون هذا المسار بس هزا صار وقت محاضرة يعني أقل الساعة فخلي ننهي هذا البارت ونسوي التكملة مالتل بلات سابلاي ببارت ثاني فبع السلامة ترجمة نانسي قنقر